يا أهالي تدمر خمس سنين من العمر عشتوها أحرار الكنزة موهوية بادية ممتدة وصحراء منحوطة غنتها فيروز وتغنى بتاريخها وآثرها الشعراء والكتاب مدينة تدمر معابد ومقابر ملكية ومسارح رومانية وأعمدة شامخة شاهدة على تاريخ مدينة أدرجتها اليونسكو على لائحة التراث العالمي أسماء كثيرة تحملها تدمر فهي تعرف بعروس الصحراء وعرفها الرومان والإغريق باسم باليرما المشتق من اسم النخيل وقد ظهر اسمها للمرة الأولى على مخطوطة يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد كونها إحدى محطات طريق الحرير التي تمر عبرها قوافل التجارة بين آسيا وأوروبا مدينة أثرية تضم ساحة أغورا الشهيرة ومعبد بيل ومتاحف شاهدة على تاريخ حاضرة الشام وكانت تدمر تابعة للإمبراطورية الرومانية لكن الأزمة التي تعرضها لها الرومان في القرن الثالث مهد الطريق إلى تحرر تدمر وإعلانها مملكة حكمها أذينة سيد الشرق الروماني الذي عرف بقوته وهيبته وبعد مقتله تولت زوجته زنوبيا سدت الحكم نيابة عن ابنها وذاعى سيد تدمر بفضل زنوبيا التي احتل جيشها عام 270 الشام كلها وأجزاء من مصر ووصل نفوذ ملكة زنوبيا إلى آسيا الصغرى إلى حد شكلت فيه خطرا على نفوذ الإمبراطورية الرومانية وحدودها فاستدعاها الإمبراطور للتفاوض معها لكنها ثارت على الرومان وناضلت من أجل حرية يبدو أن الإمبراطور قد فهم الصلة بين تدمر وروما فهما خاطئا فهو يرى تدمر جزءا من إمبراطوريته أو مصرا من أنصاره إرث شامخ وتراث توارثته الأجيال على مر العثور يخشى القيمون على حراسة التراث العالمي أي اندثر بدربة فأس أو طلقة رصاص ممن يوصفون بمغول القرن الحادي والعشرين سمح سيد العربية